الله والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ومرحبا بجميع من انتحق بقناة بيبا بيباتو مشاهدة طيبة للجميع وادمتم اوفية لقناتي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كلنا حبيباتي صحة فطركم او صحة صحوركم اليوم حنحضر مع بعض هذه الحلوة اللذيدة والرائعة اللي حبوها كبر وصغر اللي هو مشوك بنواد كوكو ومشوك بجوز الهند وصفة بزف بنينة شكلا وذوقا اليوم حنحضروها مع بعض حبيباتي لكن قبل ما نبدأ في الوصفة والفيديو التالي ما تنساوش دعموني بلايك كومنتر واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وابونيوا في قناتي باش تشجعوني نواصل معكم بفيديوهاتي ووصفاتي اذا حبيباتي بدون اطالة حنبدأ على بركة الله في مقادير الوصفة وفي طريقة تحضيرها شاهدوا الفيديو للاخير حبيباتي وما تبعدوش اذا حبيباتي نبدأ على بركة الله في المقادير البسيطة والاقتصادية لهاد الوصفة البنينا بالبزف يلا نبدأ وعلى بركة الله وش نحتاجه عندي انا نستعمل هنا ربع حبات بيت عندي هنا يلتزين لاشوريزة كونفي وعندي او كرز المعلب يتباع عند اللي بيعوا ادوات الحلوية شكل ما يعرفوش نسحق كاس تاع شوكرو غلاس كاس تاع مايزينا وكاس معمر تاع جوز الهندو او نواد كوكو 250 غرام مارغارين 22 غرام تاع خميرة الحلويات او دو باكيت اعلى فيوغشيميك وكيس تاع فاني او 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 شوكرو والفارينا باش اللم العجينة التاعنا بسم الله في التحذير هنا نكسرت زوج حبات بيت ودوكا هنزيد زوج حبات تانيين نستعمل غير الصافر معنى هنستعمل زوج حبات بيت كاملين وزوج صافر بيت لانو هدك البيض نسحقوه فيما بعد البايات تاع البيض نحتاجوه الكي نكملو فيما بعد باش نخدمو بيها الكوريات تاع المشوك ونزيد هنا الكاس تاع شوكرو غلاس وندير هدك الميتين وخمسين غرام تاع المارغارين انا كنت خرجتها ديجا متى اللاجاق بل بوقت دوكا هنه حنقطحها انتو ما تقدروا ما نديروها على تنين اذا كنتو رايحين تخدموها بيدكم وهنه زوجت سكر الفانيليا ولا شوكرو غاني ونخدمها بالباتر فالا دوكا نضربها هكدا بالباتر حتى تتخلط كامل المكوينت تتجانس كامل مع بعضها دو ما تقدروا على كل حال تخدموها بيدكم مشي شرط تخدموها كمانا فانا بهات الطريقة فانا انا دربتها واحد تلت دقائق بلكور الاربعه مشي حاجه مشي بزاف تخوائيكات منوت ماكسيمام سنك لاني دوك نخدمها شوية بيدي شوفوا سهلة مهلة حتى توجد فيه وقفة وهنا يزد هذك الكاس مع مرتع نواد كوكو لتعجوز الهند وندير قريصة على الملح بيان شو اللي ما لازمش نغفله عليها اللي تعد المداق تعليقو تعليقاتو التانا ونخلط هكدا لانواد كوكو مع هذك البيض وكامل هذك الخاليط اللي ضربته من قبل وهنا خدمته بيدي شوية مشي حاجه وهنا دوكا نزيد الكاس باستعلا مايزينا ونزيد هنا يا تاني شوية الخميره تعليقاتو هذك اللي دو باكي نديرهم معندها عشرين غرام من خميره الحلويه على خاطر كل حبة بيد بنصف باكي تاع خميره معند هذوك حبة بيد باكي تاع خميره معند هذوك حبة بيد باكي تاع خميره حتى نتحصل على عجينة كي متاع السابلي كي متاع السابلي كي متاع السابلي تحبو تخدمو انا عيني ميزاني رايكو تشوفو كيفاشاني نخدم فيهم. انا هكدا انا عندي ميزان لكن بالعاني حبيت نخدم هكدا. بالنسبة الحبيبات اذا ما عندهم مش ميزان في الدار ظهلا بهذا الشكل نحطوه في البايض هذيك الكوريان. نحطها في البلون ومعندلها في النواد كوكو ومعندلها نصف سوريس كون فيه. خطبنا هذو كلي سوريس قسمتهم على تنين. دوك نكمل معاكم واحدة وكننا نعمر سني والتاعي نوريها لكم ونفهة الاتناء كنت شاعلت الفوق ديالي لانه الفوق لازم يشعل ونطيبوها على 180 درجة ملتحت ومعد نحمروها شوية من الفوق هذا ما كان هذي هي الحلوة تاعنا السهلة وبسيطة وتوجد تم تم. فعلا وننكملهم كامل دوكا حبيباتي اندي رحطيب ملتحت ومع من الفوق ونعاود نرجع ليكم. اذا انتظروني. فعلا وهنا حبيباتي هدوين خرجتهم من الفوق دوكا هنا يندلهم لعسل من الفوق شوفوا كل واحدة اندللها مغرفة تاع العسل. شوفوا حبيباتي انا هنا شربتهم زوج مرات معانتها كي درت لهم قاع مغرفة 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 عاودت لهم كامل واحدة واحدة معانتها زوج مغارف تاع قهوحلي لكل واحدة تاع العسل انا شوفوا درتها هكدا وحدة كي كملتهم كامل عاودت لهم لانه نحبي يجيني مشرب مليح شوفوا حبيباتي هذه هي الوصفة تاعنا السهلة واللذيدة والجميلة تحمر الوجه صدقوني وصفة بزف هيلة وشكون فينا اللي ما يحبش نواد كوكو اذا حبيباتي بهذا الحقنا نهاية الوصفة تاعنا ونهاية الفيديو تاعنا نتمنى ان شاء الله ان الوصفة تاعي لنهار اليوم نالت اعجبكم واريداكم ما بقى لي غين نقولكم تلاقاوا ان شاء الله في فيديو اخر او وصفة اخرى تهلاوا في صحيحتكم روحتكم والديكم ولدتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم ما تنسوش برك فضلا وليس امرا دعموني بلايك ومونتاغ واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبرتجوا قناتي باش تشجعوني نواصل معاكم بفيديوهاتي ووصفاتي ما بقى لي غين نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته